اشتركوا في القناة المتساوي الاضلاع لتلات محاور النقطة التانية بتقول نقطة منتصف ألف به حيث ألف بستة وصفر وبقى بصفر واربعة بتساوي المنتصف كان لي قانون مجموعة السينات على اثنين ستة زائد صفر على الاتنين ومجموعة الصدات على اثنين صفر زائد اربعة على الاتنين هتساوي تلاتة واثنين الاختيار الاختيار رقم جيم إذا كان طول الضلعين في المسلس هما ثلاثة واربعة فإن طول الضلع الثالث يمكن أن يكون فاكرين من تانية إعدادي ده سؤال تراقومي في تانية إعدادي كنا بنقول علشان نعرف طول الضلع كان الضلع ده بيكون ما بين جمع الضلعين المعطى وطرحهم يعني مطرحهم واحد أجمعهم سبعة أنا أعاوز عدد ما بين واحد وسبعة ما يكونش واحد ولا يكون سبعة لأن ما فيش يساوي يبقى الستة هي الاختيار الصحيح إذا كان زا تنين سين بتساوي واحد على جزر ثلاثة حيث تنين سين قوات زاوية حدة فإن سين تساوي زا كامل لبواحد على جزر ثلاثة قلنا له يا أستاذ زا تلاتين يبقى الكمين سين دول دول بيساوي ثلاثين يبقى السين الوحدة بتساوي خمستاشر هو عاوز السين تكون بخمستاشر عندما تقف أمام المرآة وتظهر صورتك فإن هذا يسمى في علم الرياضيات انعكاسا حصل انعكاس في الشكل المقابل أي مما يأتي يمثل معادلة المستقيم لام قلنا له يا أستاذ طول الجزء المقطوع اتنين عاوزين الميل الميل اللي هنا موجب ولا سالب الميل ده يا أستاذ لو خدنا خطه أفقي هنلاقي يصنع زاوية حدة يبقى الميل اللي هنا بالموجب هنا مقطعش ده بيمر بنقطة الأصل لأنه مفيش رقم لوحده هنا مفيش سينات جاينا نجيب الميل اللي هنا سالب معامل سين على معامل صوت جاينا نجيب الميل اللي هنا طلع بيساوي واحد هو ده الاختيار الصحيح الاختيار رقم دال بدون استخدام الآلة الحزبة أوجد قيمة سين إذا كان سين جت تربيع تلاتين بتساوي زا تربيع ستين جت تربيع خمسة واربعين قلنا له سين في جت تلاتين مش حافظ القيم كنا بنكتب تلاتين خمسة واربعين ستين بالترتيب وكنا بنكتب جاه وجت وزا كنا بنقسم كله على اللي اتنين كنا بنعد واحد اتنين تلاتة ما بنرجعش فاضين وكنا نجيب الجزر للبسط للي فوق يبقى الناتج واحد على جزر تلاتة جزر اتنين على جزر اتنين واحد جزر تلاتة على واحد بجزر تلاتة ده كان الجدول اللي بنجيب منه القيم عاوزين جت تلاتين جت تلاتين بجزر تلاتة على الاتنين قس اتنين بتساوي زا ستين زا أصاد الستين بجزر تلاتة قس اتنين في جت تربية خمسة واربعين جت خمسة واربعين جزر اتنين على اتنين الناس اللي حافظها واحد على جزر اتنين صح هنصفي والستين بيشيل الجزر بقى هنا تلاتة على اربعة والستين بيشيل الجزر هنا تلاتة وهنا تنين على اربعة فيه رقم هنا زيه هنا ينشال عادي يبقى السين بتساوي اتنين اذا كانت ألف بخمسة وسالب واحد وبقى بتلاتة وسبعة وجيب بواحد وسالب تلاتة فأوجد معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة باق جيم والنقطة ألف فأوجد معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة منتصف باق جيم والنقطة ألف نرسم رسمة توضحية كده كان معانا يا أستاذ قطعة اسمها باق جيم فيه مستقيم مر بالنص فيه مستقيم يا أستاذ مر في المنتصف كده مثلا بالفرض وكان المستقيم ده عليه نقطة نقطة اسمها ألف ألف دي كانت بخمسة وسالب واحد وبيقول ان كان فيه نقطة منتصف بهجيم المستقيم مر بيها يعني دي في المنتصف هنحل ازاي قلنا له يا أستاذ الباق حضرتك مدهلنا بـ ثلاثة وسبعة والجيم مدهلنا بواحد وسالب ثلاثة نجيب لك إحداث المنتصف مجموع السينات على الاتنين ثلاثة وواحد على الاتنين يبقى أربعة على الاتنين فهل يبقى احنا أول حاجة عملناها قلنا منتصف باق جيم بيساوي مجموع السين على الاتنين ثلاثة زائد واحد على الاتنين و سبعة نائز ثلاثة على الاتنين زائد وبعد كده نائز بقى سالب طلعت يا أستاذ بيتساوي اتنين واثنين بعد كده هناخد النقطة المنتصف اللي هي اتنين واثنين والنقطة ألف اللي هي بخمسة وسالب واحد ونجيب الميل الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات يعني بيساوي تلاتة على سالب تلاتة بيساوي سالب واحد كده نجيبت الميل معادلة المستقيم ايه قانونها قانونها صاد بتساوي ميم سين زائد جيم الميم اللي هو الميل معايا جبته بسالب واحد هنعوض بأي نقطة المستقيم مر بيها اتنين واثنين تمام خمسة وسالب واحد تمام إنما ما تنفعش بقى ولا تنفع جيم هنعوض يا أستاذ بخمسة وسالب واحد بسالب واحد بيساوي سالب خمسة زائد جيم هنعد السالب خمسة بإشارة مخالفة ومنها الجيم بتساوي موجب خمسة ناقص واحد تلات بتساوي أربعة يبقى المعادلة صد بتساوي سالب سين زائد أربعة إثبت أن النقط ألف وباء وجيم هي رؤوس مسلس متساوي الساقين قلنا له يا أستاذ عشان يكون مسلس متساوي الساقين لازم ألاقي فيه طولين قد بعض يعني هنطبق درس البعد هنجيب ألف باء بيساوي الجزر التربيعي ونترح السيناء التربيع زائد طرح السادات التربيع بيساوي جزر واحد زائد أربعة بخمسة والسي اتنين بخمسة وعشرين لأن سالب في سالب زائد سالب اتنين وسالب اتنين الإشارات زي بعض بجمع بقيت أربعة تربيع بست عشر طلع الناتج جزر واحد واربعين وحد طول هنجيب بقيت جيم بيساوي الجزر التربيعي طرح السينات قس سالب اربعة ناقص واحد قس اتنين زائد اتنين ناقص ستة قس اتنين بتساوي جزر سالب خمسة قس اتنين بخمسة وعشرين اتنين ناقص ستة باربعة قس اتنين بست عشر يبقى الناتج جزر واحد واربعين وحد طول هنجيب الالف جيم بتساوي جزر واحد ناقص واحد قس اتنين زائد سالب اتنين ناقص ستة قس اتنين بتساوي جزر صفر زائد اربعة وستين بتساوي تمانية وحد طول الف ب طلع بيساوي البي جيم اذا الف وب وجيم هي رؤوس مسلس متساوي صغير الف ب جيم قائم في باء ده المسلس يا استاذ القائم في زاوي ب بيقول قيمة جا الف على جت ب قيمة جا الف على جت جيم هنا الطلبة بتنقسم لجزئين اتنين في طلبة دماغها عالية بتقول يا استاذ الف وجيم دول زاويتين بتسعين درجة معنى انه هما اللي اتنين بتسعين درجة يبقى جا الف قد جت جيم عشان دول بتسعين درجة ومنها ما يقسم حاجة على نفسها يبقى قيمة جا الف على جت جيم ده هتساوي واحد وطلب عاديين قالهم لا يا استاذ احنا كان معانا جا الف على جت جيم الجا مقابل على وطر يعني جيم به على الف جيم على جت جيم اللي هي اللي هي جيم به على الف جيم حاجة على نفسها فهل واحد يبقى دول طلعن بواحد اطرق اللي اتنين صح بيقول لو كان زاهه بتسويهم قلنا لو يبقى زاهه بتسوي واحد خمسة واربعين درجة ليه عشان زاق كامل بواحد زا خمسة واربعين ازا ازا المستقيم لم واحد يمر بالنقطتين الف وواحد واثنين واربعة والمستقيم لم اتنين يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسة خمسة واربعين درجة اوجد قيمة الف ازا كان المستقيمان متوازيان معنى من المستقيمين متوازيان يبقى المال الاول بيسوي المال التاني الملي التاني ميديني زاوية يعني 35 تلاتة على 2 نا ます الف بتساوي 45 اللي هي بواحد وسطين في طرفين 2 نا칳 الف بتساوي 3 سلبلف بساوي 3 نا정이 2 سالب الف بتساوي 1 ومنها الف بتساوي سالب 1 وفي طلبة كان عندهم رأي تاني لا يا أستاذ احنا نبتدي بالمكان اللي فيه المجهول كنا نقول واحد ناقص اربعة على الف ناقص اتنين كانت ابسط شوية قلت له تمام الاجابة في الاخر الف بتساوي سالب واحد الف بيجي مسلس متساوي الاضلع قلنا له يبقى كل زاوية فيه بستين درجة طول دل هو بخمسة سنط كله ده بخمسة يبقى فضل هنا اربعة وده بخمسة وده بخمسة اوجد زاد دال هه جيم دال هه جيم عايز الزاوية دي يا استاذ اه ده مش عاوزها كلها ده الستين دي كانت بتاع كله ده هو عاوز دي بس ماشي محتاج انا المقابل ومحتاج المجاور رحنا للمسلس ده ندرسه بما ان الف دال بتساوي واحد سنتي يبقى دال به بتساوي خمسة مائس واحد بتساوي اربعة سنتي في المسلس دال به هه بما ان قياس زاوية به دال هه بتساوي تلاتين درجة الزاوية دي هتطلع تلاتين ليه مسلس قائم في زاوية ستين ودي تلاتين اذا الدلع المقابل لزاوية تلاتين نص الوطر يبقى به بيساوي نص الاربعة يعني بيساوي اتنين دي طلعت باتنين من الخمسة يبقى دي بكام بتلاتة اذا هه جيم بتساوي تلاتة نجيب الدلع التالت ده من في صغرص دال هه تربيع بيساوي دال به تربيع ستاشر ناقص به هه تربيع اربعة طلع باثناشر يبقى دال هه خدنا الجزر طلع النتج بيساوي اتنين جزر تلاتة ده باتنين جزر تلاتة طب ما نقدر نطلع الزب بساطة يبقى اتنين جزر تلاتة على تلاتة مقابل على مجاور اذا كان الف به جيم دال معينا فيه الف بتلاتة وتلاتة الف به جيم دال ده معين الف بتلاتة وتلاتة جيم بسالب تلاتة وسالب تلاتة عاوزين نقطة تقاطع القطرين نجيب لك يا استاذ نقطة المنتصف نقطة تقاطع الاقطار بتساوي منتصف الالف جيم اللي هو مجموع السينات على تنين و مجموع الصادات على تنين تلات بتساوي صفر وصفر دي نقطة تقاطع الاقطار عاوزين يا استاذ معادلة المستقيم باق دال بما ان المستقيم باق دال باق دال يمر بنقطة الاصل اذا معادلة المستقيم صاد بتساوي ميم سين عايزين الميل الاقطار يا استاذ متعمدة يعني لو جيبنا ميل الالف جيم نجيب الميل العمودي بهدال ميل الالف جيم بيساوي فرق الصادات على فرق السينات طلع بيساوي ستة عالستة فهل واحد اذا ميل البيهدال عمودي عليه يعني هيساوي سالب واحد بقت المعادلة صاد بتساوي سالب سين هي دي معادلة البيهدال احداسي الف بيساوي صفر واثنين باق باربعة وصفر عشان عميحور السين جيم بتساوي سالب واحد وصفر هنقدر يا استاذ من درس البعض اليف بهب يساوي جذر طرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع ستاشر زائد اربعة بتساوي جذر عشرين وحدة طول هنجيب باق بي بتساوي جذر طرح السينات اربع ناق السلب واحد قسة اثني زائد صفر ناقل صفر قسة اثني بتساوي جزر الـ 25 بتساوي 5 وحدة طول هنجيب يا أستاذ الألف جيم بتساوي جزر 0 ناقص سلب 1 قصة 2 زائد 2 ناقص 0 قصة 2 بتساوي جزر الـ 5 وحدة طول بما أن الضلع به جيم تربيع بيساوي مجموع الضلعين ألف به تربيع زائد ألف جيم تربيع إذن المسلس قائم في ألف بعد معرفنا أنه قائم في ألف إذن مساحة المسلس نص في ألف جيم في ألف به يعني هتساوي نص في ألف جيم بجزر 5 في ألف به بجزر 20 طلعت الإجابة بتساوي خمسة وحدة طول أتمنى أن أكون فتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر